لشاعرة والمعتزل البصريين قال البصريين عفوا قالوا العفو عن الشرك في العقل عن واحد مشرك حسن عقلا والعجيب أنه إذا مخشى لأنه في خط البصريين هنا قال آه وبالعكس كل ما يتناها إذ دنب يكون أعظم يكون العفو عنه أحسن رحمة الله علي هناك ناس اليوم المسلمين لا يفهمون هذا الأصل العقلي وهذا كل الرحمة الكونية كما قلنا جزء من مئة رحمة وتسعة وتسعون رحمة مدخرة ليرحم الله بها الخلائق يوم القيامة بالله عليك تظن أنه الله ادخل تسعة وتسعون رحمة فقط ليرحم المسلمين المؤمنين أدبع محمد طبعاً ليرحمهم لكن ليس لحالهم لأن المسلمين بصراحة بشكل عام الحمد لله موحدون أدباع النبي مصدقون بكلام الله وهم في الجملة طيبون إن شاء الله عندهم ذلك طبيعاً هم بشر فربما هذون يكونوا أقل حاجة إلى رحمة الله من غيرهم ممن ضل وتاه وضاع واحتقى بالآثام الكبيرة والصغيرة ذاك المسكين وفي العقل سبحان الله في العقل يحسن العفو والمغفرة العفو عنه والمغفرة له ورحمة من عظم ذنبه وتناهى جرمه في العقل وقرر هذا معتزة البصرة أسبين كوسين ليس معتزة بغداد انتبهوا معتزة بغداد عندهم العفو عن المجرم والمشرك المشرك بالذات سيء قبيح معتزة البصرة كأهل السنة كالأشاعرة الأشاعرة والمعتزة للبصريين قالوا العفو عن الشرك في العقل عن واحد مشرك حسن عقلا والعجيب أنه الزمخشي لأنه في خط البصريين هنا قال آه وبالعكس كل ما يتناهى إذ دنبه يكون أعظم يكون العفو عنه أحسن رحمة الله علي في ناس اليوم المسلمين مش فاهمين هذا الأصل العقلي على فكرة قبل أن أمضي كلمة الجاه هذا العنبري وثمامة والجمعة هذولا أيضا سادتنا وعلماؤنا من الأشاعرة قرروا كلهم بلا نكير في رأس من غزالي أيضا والفخر الرازي وأبو الحسن الآمدي كلهم قالوا قالوا هذا الذي ذكره الجاهظ والعنبري وغيرهما خاصة الجاهظ أنه أي كافر مش معاند مش جاحد يرجى له العفو يعني بالجاهل جاهل لم يحصل له العلم الحقيقي اليقيني بحقية الدين حقية الدين يرجى له العفو قالوا هذا الذي قاله الجاهظ حسنون في العقل والله قالوا هذا كلهم قاله الغزالي في المستصفة وقاله الآمدي في أبكار الأفكار وقاله أيضا في الإحكام وقاله الفخر في الكتابين النهاية والمحصول ما شاء الله طيب حلو يعني أنتم الآن تقولون وتعترفون أنه عقلا وما معنى عقلا بصراحة كلبة عقلا باللغة الدينية ممكن تستبدأ بها كلمة فطرة فطرة لما أقول لكم أنت حين تسمع هذا مجرد أن تسمع هذا الإنكار على الجاه وأنه لا وأنه كافر مش جاحد ومش مكابر جاهل لم تتحصد هوا المعرف الكافية في جهنم خالدا تشمائز تشعر أن هذا فيه شيء مش طبيعي لهذا مش مريح صحيح قال لك عدنان عاطفي ومين قال لك مش مائز مش أنا نفس العلماء هم اللي قالوا لما قال لك هذا في العقل حسن الذي قاله الجاحد أنه العفو والمغفرة لمشرك وكافر جاهل حسن في العقل استحسنوا تماما يعني من غير جمجم هو تردد معناه أنه في الفطرة حسن ولا تغرون المشطلحات كلمة العقل تسوي الفطرة أنه فطرة تنتس معه ترتاح لكلام الجاحد يقول والله صحيح يعمل هناك فرق بين هذا وهذا لكن قال لك لولا مصادمة الضرورات الدينية كلمة الغزالي ضرورات يا أبي حامد يا شيخ الإسلام كيف ضرورات قال لك ضرورات وين الضرورات الآيات التي ذكرتها مش ضرورات الآيات حتى بالنسبة لي ليست حتى ظاهرة في المعنى الذي ذهبوا ليش رأيك بصراحة الآيات لا تتحدث أنه هذا هو سبب تأبيد عذابهم في جهنم لا 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 الآيات تقول حسن ظنهم بأنفسهم لم يمنع أن يعذبوا حلو بس هذا ما تقوله السؤال لماذا وجب تعذيبهم الجواب في القرآن لأنهم أنكروا بعد تبين الهدى أنكروا بعد مجيء الذكر أنكروا بعد وضوحنا هذا هو العدل هذه القراءة الواضحة تماما لكلام الله